اشتركوا في القناة انسجموا مع رؤى وتطلعات حكومة البحرين لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الابعاد وخلق الفرص النوعية الوعدة وسط حفاوة كبيرة بمملكة البحرين شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع انضمام المملكة في القاهرة رسميا لمبادرة الشراكة الصناعية مع جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية بحضور وزراء الصناعة والتجارة في البلدان الاربعة وسط ترحيب كبير بالبحرين بهذه المناسبة من الدول الثلاثة الذين اكدوا في اجتماعات اللجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والامارات والاردن والبحرين والتي انطلقت في القاهرة ان انضمام المملكة للمبادرة سيعزز من قوة الشراكة الصناعية بينهم لما يمثله القطاع الصناعي للبحرين من ثقل واهمية كبيرة احنا سعيدين بتواجدنا مع اشقائنا من مصر والامارات والاردن هذه الدول تشكل كلها شركاء اقتصادي مهمين لمبالكة البحرين ونسعى من هذه المبادرة الى توسيع قاعدة التبادل التجاري والاستثماري معهم والتكامل في المجال الصناعي اتوجه كذلك بالتهنية بمملكة البحرين الشقيقة لانضمامها الى هذه الشراكة ونرحب بهم شريكا مهما فاعلا في تحقيق اهداف هذه الشراكة الاستراتيجية فايدني في البداية الاعلان وقت رحيب بانضمام مملكة البحرين الشقيقة لهذه المبادرة اخذوا ناسقة لان تواجد مملكة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخما اقتصادي لمبادرة الشراكة الصناعية يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة مملكة البحرين على لسان وزير الصناعة والتجارة السيد زايد بن راشد الزياني اكد في كلمته في الاجتماعات ترحيب المملكة بالانضمام لهذه الشراكة الصناعية التكاملية مملكة البحرين تسعى دائما للتعاون والتكامل مع الدول العربية الشقيقة وفيما يخص هذه المبادرة بالأخص وجدنا انها تتجانس كبير جدا باستراتيجية الصناعة التي اطلقتها حكومة مملكة البحرين في نهاية العام الماضي وتغطي القطاعات الصناعية الأساسية التي موجودة في مملكة البحرين الآن وتمنح فرصة كبيرة للتوسع في هذه القطاعات سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي تعاون مملكة البحرين مع أشقائها العرب في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية سيزيد من التعاون الاقتصادي ودعم الفرص الاستثمارية المشتركة بما يعود على شعوبها بالخير ويحقق المصالح المشتركة انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية يمثل ثقلا مهما حيث يلعب القطاع الصناعي في مملكة البحرين دورا مهما سيضيف المزيد لهذه المبادرة شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة شكرا